أصحابي الحلوين إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال وإنتوا تشوفوني النهاردة وصفة النهاردة استكمالاً بقى الوصفات العيد النهاردة هنعمل البيتيفور أنا جربت الوصفة دي بأكتر من مأدير مختلفة وعملت فيها شوية تعديلات عشان كنت حابة أعرف أحسن نسخة من المأدير تدين البيتيفور أكون راضي عنه ويكون زي اللي في دماغي اللي هو ناعم قوي بيدوف البق وفي نفس الوقت خفيف قوي كده ويكون هش فلو أنتوا أول مرة تعملوا البيتيفور إن شاء الله تحسوا النهاردة أنه هو سهل قوي بسيط هوريه لكم بمأدير المزبوطة ونصايح عشان أنتوا بتشتغلوا يكون التشكيل معاكو سهل قوي ياريت لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا اللايك ولو ما كنتوش لسه اشتركتوا في قناتي تنزلوا تحت تشتركوا ويلا نبدأ على طول الوصفة المأدير هي هيها من أيام كتب الطبخة القديمة اللي كانت موجودة عند مواما اللي كنت بقى راعنا صغيرة ويكون في البيض، بعض الناس بتستخدم بيض كامل بعض الناس بتستخدم بس صفار بيض وفيه ناس بتستخدم مقس ما بين الاثنين يعني شوية صفار بيض أكتر وكام بيضة كاملة أنا بحبه قبل ما أضيكم الوصفة أكون مجرابة عشان أعرف الفرق ما بينهم ومن تجاربي أنا حبيت أكتر حاجة اللي معمول بالبيضة الكاملة تأثير البيضة عن المكونات بيفرق في القوام يعني اللي معمول بالصفار بس بيبقى قوام وغني قوي وبيبقى تقيل شوية طري وناعم وبيدوب في البق لو ده اللي انتو بتحبوه لكن انا حبيت اكتر المعمول بالبيضة الكاملة لان بغياط البيت بيدلها هشاشة كده وقرمشها وبيخلي حتى وزن البتيفور خفيف قوي في الايد وبيدوب كده اول ما بنلمسه فالمقديل اللي انا استخدمتها اول حاجة استخدمت 250 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات اللي هم تقريبا كوبايتين ايس لان الكوباية 125 جرام ودول بزود عليهم رشة ملح صغيرة نص وزن دقيق دهون يعني الكوبايتين دقيق هنحتاج كوباية واحدة زبدة اللي هي تقريبا وزنها هيكون 230 جرام مثلا السبعين دول عندي يعدلوا كوباية زبدة وبطلعهم من التلاجة قبلها واسبهم يوصلوا لدرجة حرارة الغرفة عشان لما اضربهم مع السكر يكون قوامهم طري ويتضربوا بسهولة تالت حاجة هنحتاج نص كوباية سكر بودرة السكر بودرة عشان بس السكر ناع ممكن يسيب شوية حبيبات في البتيفور فالبودرة هيكون احسن ودول بالجرامات تقريبا 65 جرام وبعد كده بقى البيض زي ما قلت لكم انا عملت وجربت بالاتنين هنا ممكن نستخدم على المقادير دي اتنين سفار بيضة او نستبدلهم ببيضة واحدة كاملة اللي بيحبوا الحاجات كده طعمها غني وفيها دهون عالية وتقيلة شوية يستخدموا سفار البيض بس اللي بيحب الحاجة تتنفخ وتبقى خفيفة قوي يستخدم بيضة كاملة وبرضه في الحالتين البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة وقفر حاجة بقى هي النجحة هنستخدم علاقة صغيرة من الفانيليا في ناس تحط ماء زهر وماء ورد اي حاجة انتوا تحبوها اول حاجة بقى هنعملها ان احنا هنخلط الزبدة الطرية مع السكر البدرة ممكن نستخدم لو عندنا ستند ميكسر نستخدم اتتشمنت زي اللي أنا مستخدميها دي لو ما عندناش وعندنا المضرب الكهربائي اللي هو اللي بيتمسك في الايد العادي ده برضو ينفع هنخلطهم مع بعض لحد ما لونهم يتحول من الاصفر ده للون اصفر فاتح قوي مقرب على الابيض ويكون دخل فيهم هوا كتير وبقوا كده فلافي ومنفخين زي ما انت شايفين كده هزود عليهم بقى يا اما اتنين صفار بيض يا اما بيضة كاملة زي ما قولنا وهزود كمان الفانيليا وهسيبهم يتضربوا كمان شوية مع بعض ولو بنستخدم مضرب زي كده ما نعتمدش عليه لازم من الوقت للتاني بالسباتيولا كده ننزل الجناب عشان نتأكد ان كل حاجة خلطت عشان ساعة السكر مضرب يبقى مستخبي تحت فلازم نقلب كده مع بعض بالسباتيولا لحد ما نتأكد انهم تخلطوا مع بعض كويس عشان احنا عايزين اول ما نضيف الدقيق اللي هو دلوقتي ما نقلبش بقى كتير ودي خطوة مهمة ما نعطش نعجين فيها كتير عشان ما تكونش جلوتين وتنشف معنا فمجرد ان الدقيق يتدخل مع المكونات ويبقى شكلها عجينة كده خلاص هوقف لو بعمل بالمضرب برضو هقلب بقى معلقة خشب او سباتيولا لحد ما يتدخلوا مع بعض وبعدين اوقف هنا بقى انا اشتغلت بالعجينة على طول ما نسمتاش ترتاح ولا حاجة لانه المطبخ عندي مش حر لو الجو عندوك حر وحسيت ان السمنة سايحة اوي كده حطوها في تلاجة 5 دقايق 10 دقايق على ما تجهزوا الصينية والأدوات بس تحسوا ان هي بردت شوية شايفين قوامها عامل ازاي وركزوا في القوام لانه ساعات الدقيق ممكن يحتاج معلقة زيادة على حسب نوع الدقيق وضربة انتصاصل السويل المفروض تكون نعمة اوي وطرية وفي نفس الوقت لما لمسها في ايدي ما تلزقش اوي زيادة عن اللزوم يعني ما تكونش سائلة وفي نفس الوقت ما تكونش ناشفة اوي نيجي بقى لطريقة تشكيل البتيفور وهوريها لكم بالاتنين بالقالب ده بتاع البتيفور ومن غير نصايح بقى الاول مرة يستخدم الجهاز العجيب ده عشان يطلع الاشكال عشان ممكن في الاول تحسوا ان هي مش راضية تخرج او بتخرج متقطعة او اي حاجة اولا هي لو بتخرج معاك ومتقطعة يعني مش قطعة واحدة زي ما انت شايفين كده ده معناه ان العجينة فيها سوايل كتير اوي ممكن تحتاج معلقة او اتنين كمان دقيق تاني حاجة بطريقة الصحة عشان تطلع معنا شكل منتظم وكلهم يطلعوا قد بعض ان احنا نعمل ضربة واحدة سريعة يعني نخبط على الدرعة بتاعها وننزل ضربة واحدة سريعة ونستنى ثانيتين قبل ما نرفعها عشان تنزل على الصانية وتلزق فيها انا مستخدمة هنا ورق زبدة زي ما انت شايفين اللي ما عندوش ورق زبدة يقدر يستخدم يمسح الصانية زيت بس ايه ينشفها بعدها تاني كويس يعني مسحة خفيفة اوي اوي لان لو فيه زيت او زبدة كتير سواء على الصانية او ورق الزبدة المكان هيبقى الشغل معاها معاناة وما فيش ولا واحدة بديفوراية هترضى تلزق على الصانية انا اخدت جزء من عجيلة الفانيلية دي وزودت عليها شوية كاكاو صغيرين خالص ولون طعام احمر عشان كنت حابة عامل شوية كده باستامبل هو اللي على شكل قلب ده مش مشكلة هما ما اثروش على قوام العجينة كتير لان الكاكاو في الريد فلفك بنحط منه كمية صغيرة بس يتغمى اللون الاحمر وتخليها له كده انما لو هنحط كمية كاكاو كتير ده هيغير نسبة المقادير فهيخلي العجينة تطلع مختلفة ودول الشوية اللي لونهم احمر انا اللي ببعمل الصانية لو هستنى عليها شوية بدخلها التلاجة يعني خمس دقيق ولا حاجة وبكون مسخان الفرن على درجة حرارة 180 مقاوية وبدخلهم على الفرن على الرف اللي في النص هياخدوا عشر دقيق لو الفرن بتاعكو سخنة اوي ممكن سبع دقيق بس لو حجمهم صغير عندي انا على الفرن بتاعي هم اخدوا 12 دقيقة بالزبط فخلي عنكم عليهم خصوصا مع اول واحدة او اتنين علشان تعرفوا هياخدوا منكو وقتا قد ايه عشان مش عايزينهم ياخدوا لون قوي من تحتهم ما يدوب بس ينشفوا ولولون يبقى لون خفيف كده كمية اللي بعد كده بقى هنعملها بالكاكاو او بالشوكولاتة الفرق ان انا شلت معلقتين كبار من الدقيق وبدلتهم بمعلقتين كاكاو علشان لو زودنا الكاكاو على نفس كمية دي هيطلعهم نفس فين شوية وعملت نفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها حطيت الزبدة والسكر وبعدين البيض والفانيليا واخر حاجة اديوا الكاكاو واخلطوهم مع بعض هنا بقى هستقدم الامع الناس اللي معندهاش المكناة دي بتاعت البتيفور تقدر تجيب كيس سواء كيس ساتازين كيس تلاجة اي حاجة وتركب فيه امع الشكل اللي هي عايزة ممكن تعاملهم كلهم شكل واحد يعني التنوع ده انا بديكوا افكار بس مش يعني اللي عايز يعملهم كلهم مثلا نفس الشكل ده المهم الطعم هيطلع طعمهم حلو قوي عملت شوية كده بالشكل اللي هو النجمة زي وردات صغيرة وعملت كمان بالتيف اللي هو الطويل ده كل واحد بيشتغل باللي عنده في فيديو المعمول نصحتكم ان انتوا دايما تختبروا في واحدة او اثنين الاول قبل ما نكمل بايبنج وقبل ما نرسوم على الصانية وندخلهم كلهم لو لقيتوا العجينة في الفرن ساحة قوي وراحت النقشة بتاعتها يبقى ده معناه حاجة من الاثنين يا اما انه دقيق قليل هي محتاجة كمان معلقة دقيق او حاجة يا اما معناه انه العجينة كانت سخنة قوي قوي زيادة عن لزوم والسامنة ساحة لما جينا ندخلها الفرن فممكن نحط الصانية 10 دقايق 15 دقايق في التلاجة قبل ما ندخلها الفرن لو هي بتسيح كده ده شكلهم بعد ما استوه شايفين يعني هما مش اخدين نوم بس في نفس الوقت وزنهم خفيف جدا جدا نيجي بقى للتزيين وان احنا نلزقهم في بعض الجزء ده يا اما بجيب بار شوكولاتة كده بسيحه اما بيستخدم كده على الشوكولاتة اللي هي وعندي كمان الشوكولاتة دي اللي هي كرمل وطعمها رهيب او تستخدموا بقى اي حاجة بتحبوها زبدة لوتس نوتلا يعني اللي انتوا عايزين عامل انا هنا بقى جنبي بوفي تشكيلة صغيرة كده من الحاجات اللي احنا هنرشها ونزين بيها شوية سبرينكلز ملونة جوز هند مبشور ناعم شوية فوزدق برضو مطحول ناعم جدا وده بسكوت لوتس برضو مطحول ناعم وبس اللي موجود بقى عندكم وتقدروا تزينه بيه اخدت شوية من الشوكولاتة قطع الشوكولاتة سيحتها في الميكرويف زي ما هي بدون اي اضافات وحطتها بس 30 ثانية ولا حاجة ونقلب كده لحد ما تسيح في بعض بحط كمية صغيرة ما بين الطبقتين ولزقهم في بعض وبعدين اغمس الاتنين مع بعض واحطوهم بقى في السبرينكلز بسكوت مطحون مكسرات جوز هند اي حاجة تحبوها وبدلت بقى اعمل اشكال عالسولة كده احط نقطة شوكولاتة احط عليها لون احمر على حسب الاشكال اللي موجودة عندكم وهنا دول اللي بالشوكولاتة برضو سيحت لهم قطع البتر سكوتش او الكارامل بنفس الطريقة في الميكرويف ولزقتهم في بعض وغمزتهم وحطتهم في سبرينكلز فيه option كمان لللي معندوش ده ولا ده يعني اللي عايز يعملها بس معندوش في البيت ولا مربة ولا شوكولاتة ولا الحاجات دي ممكن يعمل هو جليز بسيط زي اللي عملنا للدوناتس قبل كده من السكر البودرة نفس السكر البودرة اللي استخدمناه وشوية حليب وناخد بالنا واحنا بنضيف الحليب على السكر البودرة بنحط كمية صغيرة جدا يعني نحطه نقط في الاول لحد ما يوصل لقوام الجليز او الايسنج اللي بيستخدم في الكوكيز وبيتحطه على الدوناتس وعلى حاجات كتير بس يكون قوامه كده متماسك شوية وبندهم به هو برضو بعد شوية بينشف وبيخلي الحاجة تلتق على الكوكيز او البتيفور في الحالة دي ونكمل كده بقى لحد ما نخلص الكمية كلها تشكيلات بقى مختلفة شوية فانيليا على شوكولاتة شوكولاتة على كرامل مربة وتشكيلة كلها كيوتو زي الامر زي اللي بنجيبها من المحلات عايزة كمان اوريكو قوامي اللي بتيفور عامل ازاي لما بضغط عليه ما بين ايدي بيدوب كده بيتفتفت مش بيتكسر بحتتين لانه ناعم جدا وطري احتفظوا به فعيل بوغطوها كويس قوي عشان يحتفظ بقوامه هو وصفة سهلة جدا اتمنى ان انتو تجربوها وبالهانة والشيفة مقدما اشوفكو تاني على خير قريب جدا وباي باي